صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورصات perfect english لكورصات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب في الدنيا اتمنى تكونوا بخير معاكم ترينر جورجو صبحي مؤسس كورصات perfect english لكورصات اللغة الانجليزية النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم 16 من كورص الاسكيبز يلا كوباية الشاي الجميلة وهات الكشكول اللي هتكتب فيه وصحصح وفوق معايا كده ويلا بينا نبتدي اول فرق في محاضرة النهاردة يا شباب ايه الفرق ما بين counselor و counselor هما الاثنين نفس النطر بس ايه الفرق اعمل بوز للفيديو فكر وبعدين تعالى نشوفي الاجابات السابق بص يا شباب counselor دي ده noun معنى ايه معنى someone who is trained to listen to people يعني ده شخص مشير حد بيحل مشاكل يعني تمام دي جاي اساسا من counsel counsel دي اللي هي advice اوكي اللي هي النصيحة فcounselor دي اللي هي زيها زي ايه زي advisor الشخص اللي بيدي النصيحة someone who is trained to listen to people and give them advice about their problems اوكي برضو جات كلمة counseling يعني المشورة ده علم كده في علم النفس اسمه علم المشورة اللي هو counseling تمام he is my best counselor يعني هو الشخص الافضل بالنسبالي لاخد منه نصيحة I always take his advice دايما باخد نصيحته وخلي بالكم ان counselor لو بـ double L ده البريتش بـ L1 ده الامريكان اللي اتنين صح اوكي زي traveler كده بـ L1 ده الامريكان ده البريتش تمام فممكن تجيلنا كده او كده both are correct تعالوا بقى نشوف counselor التاني counselor دي معناها عضو مجلس يعني دي اساسا جاية من كلمة counsel counsel دي لهو المجلس زي لما جاول زي بريتش كاونسل يعني المجلس الثقافي البريطاني تمام فالكاونسلر دي معناها عضو من المجلس an elected member of a local government عضو منتخب في local government يعني في حكومة محلية تمام he is my favorite counselor يعني هو الشخص المفضل اللي من المجلس ده all people voted for him in the elections يعني الناس كلهم انتخابوه تمام كده يلا بينا على الفرق الورا ايه الفرق ما بين lose و miss تاني ايه الفرق ما بين lose و miss اعمل pause فكر وبعدين تعال نشوف سوا معنا بصوا يا شباب lose as a verb بمعنى يفقد يعني lose lost الماضي بتاعها و lost the past participant she lost her mom دي معناها ايه مامتها توفت her mother died فلو قلت she lost her mom معناها ايه she passed away تمام كده انما لو قلت she miss is her mom معناها وحشاها تمام تعالوا نشوف miss اهو بصوا يا شباب miss ازا ما كنت بقولكم ده verb ال past بتاعه missed وال past participant missed تنفع تيجي بمعنى يوحش حد حد يوحشه يعني او يفوت autobies مثلا miss the plane يبقى فاتته الطيارة وهكذا فشي miss is her mom يبقى مامتها على قيد الحياة بس وحشاها تمام لو قلت she lost her mom معناها توفت she missed the past معناها ايه she didn't take it ملاحقيتش ال autobies تمام كده يلا بينا على الفرق الورا ايه الفرق ما بين fall fail feel fill اعمل pause للفيديو فكر وبعدين تعالى نشوف الفرق مع بعض fall as a verb بمعنى يقع والماضي بتاع fall fall والpast participant fall fall fell fallen يعني ده the first the second the third تمام كده بمعنى يقع she fell to the ground and broke her leg يعني واعت على الارض fell to the ground ده expression على بعض وكده معنى هيقع على الارض she fell to the ground and broke her leg ورجليها الكسر تمام يلا بينا على السلايد اللي وراها fail as a verb بمعنى يسقط او يفشل الماضي بتاعها failed بنحط ed وهنا برضو نفس الفكرة fail failed failed she failed her exam and she was crying يعني سقطت في الامتحان وعشان كده كانت بتاعيت تمام؟ يلا بينا على الفرق الورا feel as a verb بمعنى يحس او يشعر feel والماضي felt والpast participant feel she feels happy يعني هي حاسة انها مبسوطة because she got the full mark عشان هي جابت الفول مارك في الامتحان قبالكم كلكم ياراو تعالوا بينا على السلايد اللي وراها feel as a verb بمعنى يملأ بقى يملأ زازة مايا مثلا feel filled filled she filled her bottles with cold water before going out يعني كم معها كم ازازة كده ملتهم مايا ساعة قبل ما توق تمام كده؟ يلا بينا على الفرق الورا ايه الفرق ما بين play و go و do يعني ايه الحاجات اللي تيجي مع play الحاجات اللي تيجي مع go الحاجات اللي تيجي مع do اعمل post للفيديو حاول تتعصر في الماء كده اعمل عصف زيني brainstorming وحاول تجيب الكلمات اللي ممكن تيجي مع كل فئة من دول واكتبهم وبعدين تعالى قارن play ده verb بمعنى يلعب ودي بتستعدم غالبا مع الالعاب اللي بتيجي فيها الكورة يعني المفتاح ان يكون اللعبة فيها كورة ف play football basketball hockey soccer soccer دي اللي هي الامريكان فوتبول فمثلا الامثلة اللي عندي ايه play football يلعب كرة قدم basketball hockey soccer اللي هو الامريكان فوتبول tennis squash table tennis tennis الطاولة racket bing bong volleyball دول كل هم فيهم ايه فيهم كورة فاللعبة اللي فيها كورة هتاخد ايه هتاخد play تمام كده يلا بيناع الفرق الوراء go هتيجي مع الرياضات اللي بتنتهي ب-ing اوكي يعني دايما go هتيجي مع حاجة فيها ing فgo swimming يبقى يروح يعوم go jogging اللي هو jogging ده اللي هو slow running اللي هو الجري التسخين ده كده يعني go sailing go dancing go water skiing go running go scuba diving go riding go hunting go climbing go mountain climbing تمام يبقى اللي هيجي فيها ing هاخد معها ايه go حتى في الحاجات العادية يعني أنا ممكن اقول لك go shopping she goes shopping every day فgo هيجي بعدها ايه الاكتيفيتز اللي فيها ing تمام كده طيب تعالوا نشوف بقى do do هتيجي مع الرياضات الاخرى الحاجات بقى اللي هي العاب القوى والرياضة بقى والجيمنيستيكس والكاراتي والاثلاتيكس والسبورتز هيجي do do sports تمام كده يلا بينا على الفرق الورا خلي بالكم بس يا شباب من مجموعة نوتس كده نركز فيها ويارد تكتبوها عندكم في التشكور لاحظ انه اذا كانت الرياضة المنتهية ب ing جاي قبلها a lot of او some مش هناخد go هناخد do I did some scuba diving ليه اخدت do مش go عشان كلمة some واضح كده لو جات some او a lot of هاخد do بتصريفاتها طبعا do او did او done او ايا يكن بدل go امتى لو في كلمات هنا زي some او a lot of تعالوا بينا على النوت الوراها النوت الوراها يا شباب بتقول ايه ان احنا ممكن نستخدم الverb do بدل go بمعنى يجرب وعادة ما تيجي في الجمل المنفية يعني ايه selling is fun selling هي ing مفروض ان انا اقول go selling بس انا هنا هجيبها بمعنى يجرب مش بمعنى يروح يعمل selling but I have never done it before يبقى انا استخدمت do بدل go ليه لان انا جايب هنا do بمعنى يجرب تمام كده يلا بينا على السلايد الوراها خلي بالكم كمان ان انا ممكن استخدم كلمة do وكلمة play لما تيجي مع كلمة sport او sports يعني ينفع الاتنين يا مستر اي ينفع فينفع اقول do a sport او do sports ينفع اقول play a sport او play sports فاقول لك do you do any sport اهي do you do any sport فالتاني قال ايه yes i play hockey تمام كده يبقى انا ينفع اقول do you play any sport او do you do any sport تمام كده يلا بينا على الفرق الورا خلي بالكم ان انا كمان عندي نوتة ان انا ممكن استخدم bin بدل gone مع الرياضات المنتهية بال ING يعني already مدام انا جايب ING بجيبها ايه go swimming go scuba diving go driving go mountain climbing فاللي هتنتهي بال ING بتيجي مع go ينفع استبدال gone بقى ببين كتصريف ثالث مع الرياضات اللي بتيجي بال ING يعني اقول لك have you ever gone swimming هل عمرك رحت تعوم يعني ينفع هي هي اقول have you ever been swimming يبقى gone هنا تساوي been been فلو جايري في اختياري موجودة gone وموجودة been وموجودة a و b هتختار a و b تمام كده ليه لاننا ينفع استبدال gone ببين في الرياضات اللي بتنتهي بال ING الكلمتين دول يحلوا محل بعض تمام كده يلا بينا على الفرق الورا ايه الفرق ما بين achieve a goal و score a goal اعمل بوز للفيديو كده افكر وبعدين اكتب وتعالى قارن اللي انت كتبتو باللي هتسمعه يلا بينا نشوف بص يا شباب achieve بمعنى يحقق فلما اقول achieve a goal يعني يحقق هدف في الحياة هدف ان انا اشتري عربية هدف ان انا اطلع الاول على الدفعة هدف ان انا اجيب full mark او score عالي في اي امتحان المات ده اسمه ايه achieve a goal يعني she achieved her goal and became a famous scientist كان عندها هدف في الحياة انها تكون علمة مشهورة فshe achieved her goal حققت الهدف ده وبقت علمة مشهورة تمام كده تعالوا بقى نشوف الفرق بتاع score a goal score a goal يا شباب ده يجيب goal يعني محمد صلاح جاب goal في مثلا ريال مدريد يبقى he scored a goal مش achieved a goal achieve a goal يحقق هدف في الحياة score a goal ده جوه الجيم يجيب goal فعلا يبقى موصلا scored a wonderful goal in yesterday's match يعني جاب goal رائع في ماتشنبير تمام كده يلا بينا على الفرق الوراء ايه الفرق ما بين contain و include و consist و enclose تاني ايه الفرق ما بين contain و include و consist و enclose اعمل pause للفيديو طلع كل الافكار اللي في دماغك على ورقة وبعدين قارن اللي هتسمعه اللي هتسمعه لقيته هو هو اللي انت كتبه يبقى انت فاهم وزي الفل لا في حاجة مختلفة امسك الورقة دي ارميها واكتب بقى النوتس اللي هتاخدها دي جوه الكشكول بتاع حضر تعالوا نشوف contain as a verb بمعنى يحتوي او في داخله الماضي contained والماضي التام contained يعني عندي هنا مثلا حاجة جواها حاجة فاقولك مثلا this cup contains coffee يبقى جوا قهوة ليحتوي على قهوة this bottle contains water اهي الازازة دي جواها مية avoid eating food that contains a lot of fats يعني بطل تاكل اكل بيحتوي على دهون كتيرة تمام كده؟ ما تروحش تاكل بقى لحمة بالدهن والليا والحاجات دي ليه لانها contains a lot of fats موجودة جواها بتحتوي على الكثير من الدهون تمام؟ يلا بينا على الفرق الوراء include ده فيرب برضو بمعنى يشمل او يشتمل على والماضي included بنحط دي والماضي التام برضو included يعني مثلا حضرتك روح تكالت في مطعم وبعدين يجيب لك الفاتورة ويقول لك service and tax is included يعني حط لك الخدمة وحط لك الضرايب تمام؟ فقولك tax and service are included in the bill تمام؟ يبقى الضرايب وتمن الخدمة ان حضرتك يخدم عليك وحط لك الضرايب are included يعني مشتملة in the bill في الفاتورة تمام كده؟ يلا بينا على الفرق الوراء consist ده فيرب برضو بس لازم يجي معها of والماضي consisted والماضي التام consisted بمعنى يتكون من يعني اقول the football team consists of 11 players يعني فريق الكرة بيتكون من 11 لعب ما تجيش تقول لي بقى contains هو مش فريق زي بطل وحطين جوال لعيبة تمام؟ فيبقى the football team consists of يعني يتكون من 11 لعب تمام؟ يلا بينا على السلايد الوراء enclose as a verb الماضي enclose نحط ده والماضي التام enclosed بمعنى يرفق يعني حضرتك مثلا بعدت ايميل وفي الايميل ده انت حطت attachment صورة ليك او مثلا بعدت جواب وانت ارفقت مع الجواب ده صورة ليك يبقى ايه؟ he enclosed his photo with the letter يعني بعد صورته مع الجواب يرفق يحط حاجة مع حاجة تمام كده؟ يلا بينا على الفرق الوراء ايه الفرق يا شباب؟ ما بين biography و auto biography ايه الفرق ما بين biography و auto biography هي نفس الكلمة بس احنا دودنا هنا auto اعمل pause فكر وبعدين تعال اسمع الاجابة الصحيحة يلا بينا نشوف شوف يا شباب كلمة biography معناها سيرة حياة ودي بيكتبها شخص عن اخر يعني انا النهاردة لو قررت اكتب قصة حياة شيك سبير مثلا او قررت اكتب قصة حياة احمد زويل انا اللي بكتبها يبقى دي biography لان دي سيرة حياة واحد تاني اللي بيكتبها I will write about the biography of احمد زويل اهو انا هكتب عن قصة حياة او سيرة حياة العالم المصري احمد زويل تمام كده فتعالوا نشوف اوتو بيوغرافي اوتو بيوغرافي بقى ده شخص بيكتبها عن نفسه يعني سيرة حياة بيكتبها الشخص عن نفسه تمام؟ يعني لو في شخص كتب قصة حياته بنفسه في مذكراته مثلا دي اسمها ايه؟ He described his childhood in his autobiography يعني وصف الطفولة بتاعته في السيرة الذاتية اللي هو كتبها in his autobiography تمام يا شباب؟ يلا بينا على الفرق اللي وراه ايه الفرق ما بين regret ويجي بعدها two infinitive و regret ويجي بعدها four ing اعمل post للفيديو فكر اكتب الفرق ويارد تكتب جملة تاني ووضحه الفرق وبعدين تعال اشوف اللي جواه دماغك مظبوط ولا محتاج يتعدل تعالوا نشوف بص يا شباب regret بمعنى يندم او يأسف لو جي بعدها two و infinitive يبقى يأسف لان مضطر العمل شيء يعني مثلا حضرتك قدمت على منحة في الجامعة الفلانية والجامعة الفلانية بيبعتولك ايميل بيردوا عليك بيقولولك احنا يؤسفنا ان احنا نقولك ان للأسف الابليكيشن بتاعك متقابلش فيقولولك ايه؟ we regret to inform you that your application was unsuccessful تمام؟ يؤسفنا ان احنا نقولك ان كذا كذا هبلغ حد مثلا ان مامتو عملت حادثة دلوقتي فهخش اقوله يؤسفني I regret to inform you that your mom has had an accident تمام؟ فيرقى يأسف لان مضطر يعمل حاجة دلوقتي تمام؟ يعني ده present I regret to inform you that your application is not accepted اهو يؤسفنا ان احنا نقولك ان الابليكيشن بتاعك لم يتم قبول حلو كده؟ تعالوا نشوف بقى regret و verb ing بصوا يا شباب regret و verb ing يبقى انا بتكلم في past regret و to infinitive انا بتكلم في present اللي هو يؤسفنا ان احنا نقولك انما regret verb ing يبقى حاجة في الماضي انا ضيعت وقت السنة اللي فاتت فاقول ياريتني ما كنت ضيعت تمام؟ يبقى يندم على شيء عملوا من قبل او يندم على شيء انه ما عملوش I regret not studying مثلا فيبقى I regret not studying hard when I was at school واحد دلوقتي في جامعة مثلا والانجليزي بتاعه ضايع فاقول ياه لو كان الواحد زاكر من زمان كان زمان الانجليزي بتاعه دلوقتي كوي او واحد جاله وظيفة حلوة جدا position رائع بس محتاج ياخد IELTS مثلا ويجيب فيه 7 والامتحان بتاع ال IELTS صعب شوية فمحتاج وقت كتير يزاكر فيقولك ايه ياه ياه لو كنت ذاكرت من سنتين ثلاثة مثلا كان زماني دلوقتي قادر اعدي الامتحان ده يبقى I regret not studying hard when I was at school ده معناها انا ندمان ان انا معملتش كده في الماضي تمام؟ طبعا لو جات regret ان انا معملتش حاجة باجيب not اوكي لو عايز اقول مثلا affirmative يبقى I regret wasting my time بس في كلتا الحالتين هيجي ايه ING وده related لل past تمام؟ يلا بينا على الفرق الورا regret يا شباب كمان ممكن يجي بعدها نون بمعنى يندم على يندم على كذا على طول يعني he regretted his mistake يعني هو ندم على غلطته اوكي يبقى regret to infinitive يقصفني ان انا اقول لك كذا regret verb ING انا ندمان على ان انا عملت كذا او ما عملتش كذا regret نون يبقى ندمان على الغلطة ندمان على الشيء he regretted his mistake من غير two ومن غير ING نون على طول تمام؟ يلا بينا على السلايد اللي وراها ايه الفرق ما بين regrettable و regretful هي regret هي هي بس هنا حط يعني ضاعف الحرف الاخير بتاع regret وحط able وهنا حط full على طول ايه الفرق بقى؟ اعمل pause اكتب وقارن اللي انت هتكتبه وباللي هتسمعه يلا بينا نشوف بص يا شباب regrettable معناها يؤسف له حاجة مؤسفة يعني his behavior at the party was very regrettable يعني سلوكه في الحفلة كان مؤسف كانت حاجة تكسف يعني تمام؟ حاجة تخلينا كلنا يعني زعلانين his behavior at the party was very regrettable يؤسف له تمام؟ ده ملوش علاقة بالشخص يعني ممكن الشخص ما يبقاش ندمان ولا واخد باله ان عملت حاجة غلط بس اللي هو عمله ده حاجة regrettable يعني حاجة وحشة جدا حاجة يؤسف لها تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى regretful regretful يا شباب ده adjective معناها نادم على واحد عمل حاجة غلط مثلا انه باع شقته والاسعار كانت رخيصة قوي وبعد كده الاسعار ضربت السماء فيبقى regretful ياه يا ريتني ما كنت عملت كده نادم he was regretful when he had to leave his old house تمام؟ يعني هو كان ندمان انه هو خلاص كان مضطر يسيب البيت ما هو باع بالسعر القديم مثلا تمام؟ يلا بينا على الفرق اللي وراه اخر فرق في محاضرة النهار ده يا شباب ايه الفرق ما بين receipt pd silent مش بتتنطق و build ايه الفرق ما بين receipt و build اعمل بوز للفيديو فكر وبعدين تعال اسمع الإجابة تعالوا نشوف بص يا شباب receipt ده معناها ايصال شراء يعني حضرتك رحت مثلا اشتريت قميص وانت ماشي بتحاسب يقوم اديك الفاتورة اللي احنا بنقولها بالعربي فاتورة يعني بس هي اسمها ايصال شراء receipt ليه؟ عشان لو القميص ده فيه مشكلة المقاس مش مظبوط تقدر ترجع ترغيره او ترجعه في خلال 14 يوم ده اسمه ايه؟ اسمه receipt make sure you are given a receipt for everything you buy يعني دايما خليك متأكد انك تحصل على ايصال الشراء ال receipt ده لكل حاجات اشتريه تمام؟ ده اسمها ايه؟ receipt طب تعالوا نشوف bill bill بقى دي فاتورة حضرتك هتدفعها سواء فاتورة كهرباء فاتورة مية فاتورة تليفون قعدت كالت في مطعم وقلت له الفاتورة فهتقوله ايه؟ bill اللي هي الفاتورة اللي هتدفعها تمام؟ they asked the waitress for the bill يعني طلبوا من ال waitress خلي بالكم waiter يعني garçon ده راجل waitress ده لل female يعني garsona فاهمين؟ زي لما اقول emperor و empress كده تمام؟ زي لما اقول prince و princess فزي ask the waitress for the bill يعني طلبوا الفاتورة بتاعة الاكل من مين؟ من ال waitress اللي هي البنت النادلة يعني او الجرس هنا تمام كده؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة رقم 16 من course the skills لو حضرتك مهتم انك تحصل على باقي المحاضرات تقدر تتواصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده للحصول على باقي الفيديوهات وكمان ال pdf هشوفكم في المحاضرة اللي جاية على كل خير ان شاء الله ربناكم معكم اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe و like للفيديو وما تنسى اشتفاعه على الجرس علشان يجيلك notification بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاية